ننتقل الآن إلى الإجازات الخاصة بالنساء وهي إجازة الوضع الهدف منها هي حاجة العام الحامل إلى الراحة والعناية بالمولود شروطها شهادة طبية تثبت الوضع المدة هي 60 يوما إجباريا و 15 يوما اختياريا التنظيم القانوني لها تسليم شهادة طبية للوضع ولا يجوز فصل هذه المرأة عن العمل الأجر يكون أولا 60 يوما بأجر كامل و 15 يوما اختياريا بدون أجر ننتقل الآن إلى إجازة رعاية الطفل الحكمة منها هي حماية الأمومة والتفرغ للطفل ويجب أن يكون لم يكمل الستة سنوات الشروط لا يتجاوز ست سنوات المدة ستة أشهر في المرة الأولى ولا تزيد عن ثلاث مرات في فترة خدمتها في العمل طبعا التنظيم رح يكون إجازة اختيارية وسوف تكون بدون أجر هنا مجموعة من الإجازات الرسمية في مملكة البحرين وطبعا جميعها تكون بأجر كامل ننتقل الآن إلى مثال واحد عمل سمير في خدمة أحد الشركات لمدة تسعة أشهر وانتهى عقد عمله فما هو الأجر المستحق عن إجازته السنوية؟ إذا علمت بأنه كان معينا على فئة عمال المشاهرة بأجر قدره ستمائة دينار إذن هو عمل أقل من سنة إذن هو لا يستحق إجازة سنوية بل يستحق مبلغ ناقدي عن هذه الإجازة السنوية إذن أولا الأجر اليومي ستمائة وهو الأجر الشهري قسمة ثلاثون عدد أيام الشهر فيكون هنا المجموع عشرون دينار ننتقل هنا إلى عدد الأيام التي يستحقها هو يستحق اثنان ونصف يوما عن كل شهر إذن اثنان ونصف عمله تسعة أشهر إذن المجموع يكون اثنين وعشرون ونصف يوم الأجر المستحق عن إجازته السنوية يكون عشرون مضروبة في اثنان وعشرون يوما ويكون هنا المجموع أربعمائة وخمسون دينارا ننتقل الآن إلى المثال الثاني تغيب محمود عن العمل بسبب المرض في شهر نوفمبر لمدة ثلاثة وعشرون يوما فما الأجر المستحق له في هذا الشهر إذا علمت بأن أجره الشهري ثلاثمية وستون دينارا إذن أولا نستخرج الأجر اليومي وهو ثلاثمية وستون وهو الأجر الشهري مقسوما على أيام الشهر فيكون هنا الناتج اثنى عشر دينارا نأتي هنا إلى المخطط في الشهر ثلاثون يوما تغيب عن العمل ثلاثة وعشرون يوما إذن عدد أيام عمله كانت ثلاثون مطروحة من ثلاثة وعشرون فأصبحت سبعة أيام عمل ثلاثة وعشرون أيام غيابه طبعا تم أخذه في الشرائح السابقة بأن أول خمسة عشر يوما تكون بأجر كامل إذن خمسة أول خمسة عشر أيام غياب تكون بأجر كامل ويكون هنا الأجر الكامل إثنى عشر فيكون هنا خمسة عشر مضروبة في إثنى عشر المتبقي منه ثلاثة وعشرون ثمانية أيام إذن الثمانية أيام تأخذ من العشرون التالية فتكون بنصف الأجر فتكون هنا ثمانية في نصف الأثنى عشر يكون ستة فيكون أثنى عشر فيكون هنا ثمانية وأربعون نأتي هنا سبعة أيام عمل لأنها أيام عمل فتكون بأجر كامل فتكون سبعة في إثنى عشر يكون هنا الجواب أربعة وثمانون إذن أجر سبعة أيام عمل إثنى عشر في سبعة أربعة وثمانون أجر خمسة أيام غياب بأجر كامل خمسة عشر فإثنى عشر تساوي أمية وثمانون أجر ثمانية أيام غياب بنصف الأجر تكون ثمانية في ستة طبعا هذه الستة نكررها اثنى عشر قسمة اثنين يكون الجواب ثمانية وأربعون دينارا إذن الأجر المستحق الكلي مئة وثمانون زائد أربعة وثمانون زائد ثمانية وأربعون فيكون المجموع ثلاثمية واثنى عشر دينارا ننتقل الآن إلى مثال ثلاثة يعمل محمد خليل في شركة ألمنيوم ألبا ويتقاضى راتب قدره ستمائة دينار احسبي أجر العامل في الحالات التالية إذا حصل على أجرا إضافيا عن إجازة عيد الأضحى المبارك والمقدرة بثلاثة أيام إذا حصل على أجرا إضافيا عن أربع ساعات عمل إضافية ليلية إذا حصل على أجرا إضافيا عن ثمان ساعات عمل إضافية نهارية إذن أولا يجب علينا إيجاد الأجر اليومي والأجر بالساعات كما ذكرنا سابقاً الأجر اليومي يكون بالأجر بالشهر مقسوماً على أيام الشهر فيكون الجواب هنا عشرون ديناراً أما الأجر بالساعات أما الأجر بالساعات نأخذ الأجر اليومي نقسمه على عدد ساعات اليوم ساعات العمل في اليوم فتكون هنا الإجابة اثنان ونصف ديناراً إذن الأجر الإضافي عن إجازة عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك هي إجازة رسمية كما ذكرنا سابقاً أن الإجازة الرسمية تكون النسبة المضافة 150% إذن ثلاثة أيام مضروبة في عشرين لأننا نتكلم عن أيام مضروبة في 150% والمقصود بها هنا 150 على 100 فتكون هنا الإجابة 90 ديناراً ننتقل الآن إلى الأجر الإضافي عن أربع ساعات عمل إضافية ليلية يكون هنا عندنا عدد الساعات أربع ساعات مضروبة في اثنان ونصف لأننا نتكلم عن الأجر بالساعات فيكون هنا اثنان ونصف مضروبة في 150% 150% لأنها ساعات إضافية ليلية فتكون هنا 150 على 100 فالإجابة 15 ديناراً ننتقل الآن إلى الأجر الإضافي عن ثمان ساعات عمل إضافية نهارية فيكون هنا ثمان ساعات مضروبة في عدد الساعات الأجر بالساعات يكون ديناران ونصف مضروبة في 125% وهي عدد الساعات الإضافية النهارية والمقدرة ب 125 على 100 فتكون الإجابة 25 ديناراً شكراً لحسن استماعكم لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع وزارة التربية والتعليم